موسيقى صويرت هذه اللقطات في الثالث عشر من يونيو 2014 هذه هي طائرة إل نفسها الحاملة الرقم 76 وثلاث سبعات بعد بضع ساعات سيكون على متنها 49 عسكرياً أوكراني وسينطلقون في رحلتهم الأخيرة إلى مطار لوهانسك أتحدث عن وجود أشخاص في المطار حيث يحط عدد من الطائرات الآن هناك هذه محادثات الزعماء ما يسمى بجمهورية لوهانسك الشعبية التي اعترضها جهاز أمن الدولة ناقش الإرهابيون الخاضعون لروسيا خطة تدمير الطائرات الأوكرانية حيث حملت ثلاثة طائرات نقلاً عسكرية الدعم للجنود المدافعين عن مطار لوهانسك لقد أربكون حقاً بعض الشيء يقتربون من الجهة غير المتوقعة ولقد دخلت المجموعة الثانية سيحاول الآن إسقاط من يقلع ومن يحط دخلوا من جهة كراسني نحن لم نكن هناك أبداً ولكننا سنكون الآن أفلتت الطائرة الأولى من المحتلين الذين هاجموا الثانية بواسطة منظومة صاروخية محمولة مضادة للطائرات أخطأ الصاروخ الأول الهدف ولكن الثاني أصاب الجناح فبدأت الطائرة في السقوط اتصلت به سألت كيف أنتم هناك فقال أنا الآن في المطار في دنيبرو وسألته إلى أين سينقلونكم لم أكن أعرف أي أسئلة أطرح ثم سألته هل أعطوكم مصفها على الأقل ضحك وقال أجل هناك واحدة تذكروا سيرهي آخر محادثة له مع ابنه منذ خمس سنوات انقسمت حياته إلى جزئين إلى ما قبل وما بعد وفاة ابنه بعد موت الأبناء تتغير الحياة نحن ندرك أن الحياة مستمرة يتزوج الناس ويطلقون ويقيمون الأعراس ويحتفلون بأعياد الميلاد وعندما أذهب إلى هناك حيث يفرح الناس وأجلس بينهم وعلى وجه هذه التعبير قد لا يبدو هذا مناسبا المأساة المشتركة وحدت أقارب المضليين القتلى فشكلوا منظمة اجتماعية لمساعدة ودعم بعضهم البعض اتصل بي وقال أمي نحن في مطار دنيبرو ولا أدري إلى أين سنطير سأعيد الاتصال بك في أقرب وقت ممكن كل ما أمكانني أن أقوله لا يا بني إذا شعرت بالخوف أرجوك أن تصلي كيفما استطعت بكلمتك الخاصة ابن سفتلانة أصغر من كان على متن تلك الطائرة حيث كان عمر سيرهي 19 عاما يحافظ الأهل على ذكر أبنائهم باعتزاز الصور والميداليات وأشياؤهم الخاصة وكل ما له علاقة بأبنائهم الذين قتلوا على أيدي الغزاة الروس لا يحسد منظمي قتل جنود الأوكرانيين على مصيرهم جنادي سيباكوف مات فجأة أما إيهر بولتينسكي فنتيجة للنزاع الذي نشب بين مشرفي الكريملين طر للهرب من لوهانسك إلى روسيا أما فاليري بولوتوف الذي تزعم في ذلك الوقت المسلحين فمات فجأة على أراضي الاتحاد الروسي في حين أن مطار لوهانسك الذي أصبح رمزا آخرا للنضال من أجل استقلال أوكرانيا وقع مؤقتا تحت سيطرة الروزاة ترجمة نانسي قنقر